هذا وحض رئيس الوزراء اللبناني نجيم ميقاتي المجتمع الدولي على التحرك من أجل إبرام وقف لإطلاق النار في بلاده وقال ميقاتي في كلمة الخميس أمام مؤتمر دولي في باريس لدعم بيروت إن لبنان يدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لإطلاق النار كما أكد ميقاتي على ضرورة الدعم الدولي لتعزيز وتوسيع الجيش اللبنانية